اشتركوا في القناة وهي موضوع الحلقة ان شاء الله يكونوا النهاردة عن أسباب انتشار السحر وظهور الصحراء أولا تعريف السحر لغة هو صرف الشيء عن حقيقته إلى غير يعني لما نيجي نعرف السحر ونقول تعريف السحر هو صرف الشيء عن حقيقته إلى غير وهو أيضا عمل يقرب فيه إلى الشيطان بمعاونة منه يعني لو جينا نقول تعريف السحر في الحلقة دي النهاردة ان شاء الله هنقول هو صرف الشيء عن حقيقته يعني بالمعنى كده ان السحر بيخيل للإنسان أشياء على غير حقيقته أما في اصطلاح الشرع وهو مختص بكل أمر خفي سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجرى مجرى التمويه والخداع كلام الإمام الفخر الرازي يعني لو جينا نقول تعريف السحر في الحلقة بتاعت اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى هنقول هو صرف الشيء عن حقيقته إلى غير يعني اظهار الباطل في صورة حق والحق في صورة باطل وهو في اصطلاح الشرع مختص بكل أمر خفي سببه يعني لما بنيجي نلاقي أمراض بسبب السحر والعاذ بالله بنلاقي الوجع والمرض بيتنقل من مكان لمكان لأن المرض بتاع السحر ما بيثبتش في مكان واحد تاني حاجة في الحلقة بتاعتنا النهاردة ان شاء الله تبارك وتعالى الأسباب المؤدية لانتشار السحر ايه الأسباب اللي بتأدي لانتشار السحر أول حاجة تفش الجهل في المجتمع الذي يتواجد فيه الصحر فكلما كان المجتمع أجهل بدين الله كان تواجد الصحر فيه أكثر وهو اللعب بعقول الناس البسطاء يعني حينما يأتي دجال أو مشعوز يحب دائما أهل الريف ليه بيحب أهل الريف لأن طبعا قلة التعليم في الريف بتتيح كل شيء أو بتتيح للإنسان الدجال أو المشعوز أنه يتملك في عقول الناس البسطاء تاني حاجة العداوة والبغضاء بين الناس من المسلمين وغيرهم يعني الأسباب المؤدية لانتشار السحر أول حاجة تفش الجهل تاني حاجة في حلقتنا النهاردة العداوة والبغضاء بين الناس من المسلمين وغيرهم فإن فتح أبواب العداوة والبغضاء بين المسلم وأخيه سبب لتمكن الصحرة من انتشار سحره بدليل حينما تأتي سلفة وبتكره سلفتها بالبلد كده لما بتكون سلفة بتكره سلفتها أول حاجة بتعمل إيه هي تقول والله أنا لازم أعمل لها سحر علشان هي كده هتكتسب حب البيت كله وأنا بالبلد كده ما عادش هيبقى لي قيمة ولا لازمة فلابد أن أنا هعمل لها سحر بالقره وسحر بالتفريق أن هي ما تبقاش متواجدة معنا في البيت وتكره البيت وتكره كل شيء فكلما يعني ازداد الإنسان الدجال أو المشعوز كفراً والعياذ بالله كلما ازداد الجن أكثر إطاعة له بعد كده تسلط الكفار على المسلمين تسلط الكفار على المسلمين إزاي فإن الكافر والعياذ بالله دائماً يقره المسلم بدليل قول الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع من الله فإذا جاء الإنسان وأحب دين الله كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذن خلقنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من أجل غاية واحدة ألا وهي العبادة إلى الله سبحانه وتعالى فإذا جاء الإنسان فإذا جاء الإنسان وتكبر على مخلوقات الله وإنشغل كل الإنشغال عن ذكر الله سبحانه وتعالى تمكن الشيطان منه وتمكن الجن منه لأنه ابتعد كل البعد عن طريق الله سبحانه وتعالى وعن طريق هدي النبي صلى الله عليه وسلم رابع حاجة انتشار أفكار ضل في المجتمع يعني يعني إيه انتشار أفكار ضل في المجتمع مثل التشكيك في العقيدة والعياذ بالله زي الحاجات اللي احنا بنشوفها في الأيام دي أن ينتم لجماعات غير مسلمة والعياذ بالله ويخرب في الأوطان وأمرنا الله سبحانه وتعالى في المحافظة على الأوطان وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحب الوطن لأنك لو جئت وكرهت وطنك فليس مكان لك أن تعيش فيه لأن الوطن هو يحمي كل الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات يعني دائما النفس تحب الشهوة وتحب الشيء السريع أما الجنة حفت بالمكاره حفت بالصلاة وحفت بالزكاة وحفت بالحاج وحفت بأفعال الخير أما النار حفت بالشهوات لأن النفس دائما تميل للشهوات وقال الله عز وجل زين للناس يحب الشهوات لأن الإنسان يحب دائماً أن يفعل الشيء البسيط ولا يريد أن يجهد نفسه بعد كده معرفة علامات الساحر والمشعوز في المجتمع إزاي؟ هعرف أن الإنسان الذي قدامه هو معالج بالقرآن والروك الشرعية ولا مشعوز يريد أن يخرب البيوت ولا حوله ولا كوته إلا بالله أول حاجة من معرفة أنك تعرف الساحر أو المشعوز وهو سؤال المريض عن اسمه واسمه أم إذا جاء إليك رجل وسألك عن الاسم واسم الأم اعرف أن الرجل دادك جل بدون نقاش ولا جداء إذا سألك وقال لك والله وجب ألم أحمر وكتب الاسم واسم الأم وعمل أعداد وعمل أشياء لطرد الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه دجال أول حاجة علشان تعرف أن الراجل ده هو الدجال أو مشعوز سؤال المريض عن اسمه واسمه أم بعد كده طلبه من المريض بأسر من آثاره يعني يقول له والله أنا عايز مشت تكون أنت كنت بتسرح به أو سياب أو عمامة أو ملابس داخلية إذا جاء هذا الرجل وسألك هذه الأسئلة فاعلم أنه دجال ومشعوز والعياذ بالله تالت حاجة طلبه أحياناً لحيوانات بصفات معينة كسود اللون ليسبحه ولا يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه وربما يلطخ بدمه ربما يلطخ بدم الحيوان ده جسم المريض والأماكن اللي فيها وجع علشان هو في الوقت ده بيعمل إرضاءات للجن ليه؟ يعني زم احنا بنقول كده بيننا وبين الناس أنا هقدم لك مصلحة وهقدم لك شيء علشان يكون فيه شيء أمامه يعني إزاي؟ يعني أنا هقدم لك خدمة في مقابل خدمة أنا لما باجي بذبح الحيوان ولا أذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه فقد قفرت بما أنزل على محمد أما حينما يأتي بالدم ويلطخ أماكن الوجع فيتيح للجن أن يلبس هذا الجسد أكثر من الأول يعني هو عايز يلبس الجسم أكتر وأكتر بعد كده كتابة للطلاصم وهي المحتوية على أشكال وأسهم وحروف مقطعة بعد ما بيجيب حيوانات بعد كده بيكتب طلاصم وهي حروف مقطعة وأرقام حسابية وأعداد ورسم أبراج وكتابة أسماء كواكب وكتابة أسماء من الجن يعني بيقوم جاي ويكتب طلاصم يعني هو بيزيد الموضوع تعقيدا وهو الوقت ما بيجيش يعالج الحالة لا هو في الوقت ده جاي علشان يخرب البيت ولا حوله ولا كوته إلا بالله العليه العظيم خمس حاجة رفع الصوت بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم الإصرار بكلام يعني لما بيجي يقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى بيرفع صوته وفي وسط الآية كده بيتكلم بكلام غير ما فيه يعني في الوقت ده زي ما احنا بنقول بالمعنى البلد كده بيعمل وشوشا يعني هو الوقتي بيكون فيه بينه وبين الجن سين علشان يقدر أنه هو يظهره علشان يكون موجود معاه في المكان فيقوله أخبار الناس اللي موجودة يقوله والله فلندا فعل كذا يوم كذا وفعل كذا يوم كذا وطبعا الجن لا يعلم الغيب إلا الله الجن لا يعلم الغيب والشيطان لا يعلم الغيب لأن الله سبحانه وتعالى ما أعطى سر ذلك لأحد ولم يعطيه حتى للنبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب لم يعطيه الله سبحانه وتعالى إنه لنبي مكرب ولا لنبي مرسل لم يعطيه أبداً الله سبحانه وتعالى علم الغيب إلى أي إنسان على وجه الأرض ولا لأي ملك خلقه الله سبحانه وتعالى بعد كده إعطاء المريض ما يسمى بالحجاب يعني بيعطي المريض حجاب يقول له والله أنا عملت لك حجاب الحجاب ده متكلف اوعاك بالبلد كده اوعاك أن أنت تسيب الحجاب ده لأن أنت لو سيبت الحجاب ده حياتك كلها تتضمر وحياتك هتوقف ودنيتك كلها تبوز ليه؟ لأن الحجاب ده بيحميك من كل شيء قال الله عز وجل وَنُنَزِّلُ مَنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ إذن جعل الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الداء خلق له الدواء فسبحانه وتعالى قادر الذي أتى إليك بالمرض قادر سبحانه وتعالى أن يقول للشيء كن فيكون أن يشفيك في الوقت واللحظة إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون فسبحانه وتعالى قادر على كل شيء وسبحانه وتعالى حينما يأمر بشيء لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى بعد ذلك أمره للمريض أن يعتزل الناس مدة زمنية في غرفة مظلمة لا يدخلها نور ولا ضياء شمس يعني الجن أو الراجل الدجال أو المشعوة يأمر المريض أن يعتزل الناس مدة زمنية فيما يقارب أربعين يوم يعني بيأمره يقول له والله أنا عايزك تسيب المكان دهوت وتععد في المكان المظلم دهوت وما يدخلش عليك نور ولا تشغل النور ولا تفتح الشباك ولا تفتح الباب علشان ما يدخلش نور لهذا المكان ما الغاية من كلام الدجال أو المشعوز في هذا الوقت الغاية هو عايز إيه الدجال أو المشعوز في الوقت واللحظة الذي أمر بها المريض أن يعتزل الناس هو يريد أن يأخذ المريض من بين الناس إلى مكان الجن فدائما الجن يحب الأماكن الساكنة يحب الأماكن الهادئة فحينما يأتي إلينا حالات بفضل الله سبحانه وتعالى نسألهم أولا هل ذهبتم إلى أهل التخصص يقولوا والله ذهبنا وما جبوش معانا أي حاجة أو بمعنى أصح ما وصلوش معانا المشكلة بتاعتنا لحل بعد كده والله أما لما جينا بعد كده بقينا بنجلس في أماكن مظلمة بنستريح نفسيا وبنبقى عايزين نعتزل الناس وبنحس إن فيه أنفاس حوالينا يعني فيه خطورة حينما يجلس الإنسان في أماكن مظلمة فيه خطورة لابد وحتما أن تحصل نفسك بآيات الركة الشرعية معانا الأستاذة هنا من أصيوت سلام عليكم يا فن وعليكم سلام يا فن سلام وسلام حضر دك لو سمحتنا في بيتنا دايما الحاجة بتتسرق تمام ومعرفش إيه نظامها تمام فلوس فلوس وحاجات من دي يا فن فلوس على طول دايما بتتسرق فلوس أخويا فلوس أمي فلوسنا كلنا في البيت بتتسرق بس فيه عدوة بينكم وبين حد او 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 في حد حطيتكم في دماغه لا لا ما عنداش اي عدوة مع حد بس احنا مضرورين حاليا من الفرز بتتسرق وحتى انا او اخواتي ما فيش اي موضوع بيتم حت الزواج او حتى اخويا مثلا راح عمل ولا حاجة ما فيش حاجة بيتم تمام يعني انت حضرتك ما فيش موضوع الزواج عندك بيتم او او الاخت او الاخ او كده بس احنا مش متضررين من حاجة زي دي دلوقتي حاليا احنا متضررين بالبيت متضررين بالبيت اه فلوسنا بتسرق على طول دايما طيب حاضر يا فندم هنجاوب حضرتك هنجاوب حضرتك ان شاء الله في اخر الحلقة ان شاء الله تبارك وتعالى شكرا يا فندم شكرا يا فندم بعد كده تمن حاجة احيانا يطلب من المريض الا يمس الماء لمدة لا تقل عن اربعين يوم ان الله سبحانه وتعالى خلق الجان من مارج من نار يعني خلق الله سبحانه وتعالى الانسان من طين وخلق الجان من مارج من نار يعني ان الجن اذا تواجد في مكان ليس فيه ماء فهذا يكون مكان مرح لي اما ان كان هذا المكان كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا غضب احدكم فليتوضى فان الشيطان خلق من نار معانا الاستاذة نور سلام عليكم يا استاذة نور السلام عليكم عليكم السلام يا فندم هو ايه الفرق بين الناس والوسواس اه تمام يا فندم انت حضرتك حضرتك تبعتين الحلقة اللي فاتت يا فندم اه هي الحلقة دي يا فندم احنا وضحنا الحاجات دي كلها طبعا الوسواس احيانا بيكون وسواس قهري واحيانا بيكون وسواس بسبب الجن طبعا الوسواس القهري بيعالج عند الاطباء اما الوسواس بسبب الجن فحينما نقرأ عليه ايات الروكة الشرعية ان شاء الله تبارك وتعالى ستعم البركة والفائد شكرا لك يا استاذ نور بعد كده اعطاء المريض اشياء يدفنها في الارض يعني علامات الساحر او المشعوز في المجتمع منها اعطاء المريض اشياء يدفنها في الارض حينما ذهبت الى حالة اعالجها وكان هذا الشاب مقتنع انه لا يبرأ من مرضه الا ان يأتي بالعمل من المقابر فكرت له سبحان الله ما خلق الله داء الا وخلق له دواء اذا انشغلت بهذه الامور بمثل ما تقول فاعلم انك لا يرجى الشفاء عندك اصلا قال ليه قلت له لانك طرقت قول الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتجهت الى طريق الشيطان والعاذ بالله بعد ذلك حينما يأتي الانسان ويكون عنده اقتناع بان الله سبحانه وتعالى هو الشافي وهو المعافي الى كل الامراض على وجه الارض فاعلم علم اليقين ان الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة سيخفف عنك الالام والامراض والاوجاع والاسقاء اما اذا اقتناعت ان الشيخ الفلاني هو الله يخلص لك وهو اللي يعمل وهو اللي يسوي اذا اراد الله سبحانه وتعالى امرا فانما يقول له كن فيكون في الوقت واللحظة بعد ذلك يعطيه عاشر حاجة يعطيه احيانا اوراك يحرقها ويتبخر بها في اوقات معين لما بيجي الدجال او المشعو بيعطي الانسان وراءه ومكتوب فيها طلاصم سحري انا عايز السادة المشاهدين يركزوا معايا في الكلام دي حينما يأتي الدجال او المشعوز ويعطي للمريض ورقة مكتوب فيها بالألم الاحمر اعلم علم اليقين انه يكتب في هذه الورقة طلاصم سحري وتسأل بعض الناس يقول لك والله انا شفت فيها قرآن طيب انت قرأت آية كاملة على بعضها في هذه الورقة يقول بلسان الحال ده كانوا حرفين بس اما الدجال او المشعوز حينما يأتي اليك بورقة ويقول لك تبخر بهذه الورقة او دوبها في ماء واشرابها فاعلم انه قد فعل لك سحر لا يفك لك في هذه اللحظة لان كل شيء مخالف الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والى كلام ربنا عز وجل ليس له بالدين بصلة ليس له من الامر في شيء بعد ذلك حداشر حاجة التحدث مع اشخاص غير منظورين في المجلس فيطلب منهم السماح والاذن والعون وديت زي ما احنا كنا بنسمع زمان وكان يسمع الاب والام يقول لك اصل فلندا معزور لابد نعمله زار الدجال والمشعوز لما بييجي يتحدث مع اشخاص غير منظورين يعني هو بيكون بيتكلم مع اهل البيت وبعد كده تلاقيه بيتحدث وكأنه حد يقول له طيب ماشي حاضر ماشي انا بسمعك اعلم علم اليقين انه في هذه اللحظة يحضر جني لكي يساعده في العلاش ولا يتوسل الى الله سبحانه وتعالى وان يمد ويطلب من الله سبحانه وتعالى يد العون ان يخفف وان يشفي هذه الحالة لكن هو يستعين بغير الله سبحانه وتعالى بعد ذلك حكم الزهاب الى الصحرة والمنجمين طبعا احنا الوقت عرفنا علامات السحر والمشعوز وعرفنا السحر بعد كده حكم الزهاب الى الصحرة والمنجمين لما رواه الامام البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر فحينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حينما قال اجتنبوا يعني انتهوا يعني ابتعدوا ابتعدوا عن كل ذلك لانه لزم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاشراك بالله سبحانه وتعالى السحر لان السحر يخرب البيوت ولان السحر في هذا الوقت يدمر البيوت وقد اصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر ولكن الله سبحانه وتعالى اعانه عليه حتى اسلم وكان يخيل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه يفعل اشياء ولم يفعل وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن بعض ازواجه من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة اربعين يوم يعني اللي بيذهب لدجاء ولعراف لا تقبل له صلاة اربعين يوم وكما قال ايضا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذهب الى دجال او الى عراف فقد قفر بما انزل على محمد صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الزمان نرى الفتن قد تملكت من الناس ليلة نهار كلما جاء الانسان وابتعد كل البعد عن طريق الله سبحانه وتعالى وابتعد كل البعد عن طريق قال الله وقال رسول الله فاعلم علم اليقين انه في هذا اللحظة ربما يؤمن بكل شيء اذا كان يشتغل في شيء ما او في شغل وتعطل هذا الشغل يقول بلسان الحال اصابتني عين الناس جاري عمل سحر اصلي احنا مرشوش لي مرشوش لي عندي بيتي اصلي والله انا مش عارف حياتي وقفة ليه اصلي والله وينسب كل شيء الى السحر يقول لك اصلي الجيران بيكرهون اصلي كل الاشياء دي طبعا هنوضحها ان شاء الله تبارك وتعالى في الحلقات المقبلة طبعا اني داع فامنوا اللهم مش في كل مريض من كل دا اللهم ارحم موتنا وموت المسلمين اللهم عافي كل مبتلا يا كريم وكل من امنونا بالدعاء اني احبكم في الله وطبعا اشكر كل القائمين على هذه القناة الجميلة اللينا دائما ارتاح لها نفسيا حينما اجلس فيها ولا انسى طبعا الدعاء الى اخي وحبيبي الاستاذ محمد الملكي والاستاذ تامر جزاهم الله خيرا وكل العاملين في هذه القناة المحترمة فجزاكم الله خيرا فاستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبركاته